اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يمثله قطاع الثقافة والاثار من اهمية بالغة كونه احد الاسس التي تعكس ثقافة وهوية وتاريخ البحرين الذي تميز باصالته وعراقته واشاد سموه بما تحقق من نقل للصورة المميزة عنه وما نتج عن ذلك من نجاحات بارزة في تسجيل عدد من المعالم التراثية البحرينية ضمن قائمة التراث العالمي جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظ الله بغصر رفاع اليوم مع الشيخ مي بنت محمد الخليفة رئيس مركز الشيخ ابراهيم بن محمد الخليفة للثقافة والبحوث حيث اشاد سموه بعطاء معاليها طوال رئاستها لهيئة الثقافة والاثار واسهماتها في تعزيز موقع البحرين الثقافي والتاريخي من خلال الترويج المميز للمقاومات الثقافية والتراثية التي تتمتع بها المملكة من جانبها اعربت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على حرصه واهتمامه الدائم بقطاع الثقافة والاثار واكد ان الدعم اللامحدود الذي لقيته من سموه طوال رئاستها لهيئة الثقافة والاثار كان له عظيم الاثر فيما تم تحقيقه من منجزات لهذا القطاع الحيوي شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر